طبعاً الجايزة أخذها رئيس كولومبيا احنا نتمنى له التوفيق ومنتمنى لليشنة اللي عطت الجايزة لريس كولومبيا انه يكون قرار صحيح حنا احنا نشكر كل انسان ساعدنا اياً كان وحنا رح نستمر في عملنا في عملنا سواء حظينا بشأس لبن أم لنحصل كل طفل من تحت الأنقاض هي أكبر جائزة لكل عنصر من عناصر الدفاع المدني السوري كنا نحنا نتمنى من اللجنة تنظر للعمل اللي قدموا الدفاع المدني يعني أربع سنوات تحت القصف وتحت الطيران والبراميل الدفاع المدني يقوم بالعمل على مدار الأكبر وشرين ساعة هلا هو بالحقيقة كان فيه إحباط الإحباط موء لأنه أنا خسرت أنا بعرف حالي أني أخدت الجائزة كانت جائزتي من نظرة امرأة طالعت طفلة من تحت الأنقاض عايش أخدت جائزتي قبل ما يفكروا بموضوع نوبل السلام نحنا لما طوعنا ما كان في باننا شيء اسمه نوبل السلام ما طوعنا لاجل نوبل السلام طوعنا بعد دافع انساني هدفنا وغايتنا كانت معروفة هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا من تحت الركان ومن تحت الصواريخ والقزائج والقناة بالعقودية كنت بتوقع أنه ناخدها بما نعملنا كان من تحت الأنساني موقع نحب نوجه لهم كلمة بس يعني نحن وقت تقييمنا أو إذا ربحنا جائزة نوبل بيكونوا هني مقدرين عملنا بس في هذا الشيء اللي صار طبعا من هني اللي فاز بس كنا حابين نشوف حدا يقدر عملنا ولكن ما حد قدر عملنا ما في حدا منه يقدر عملنا طبعا عملنا نحن متابعين فيه بإذن الله وما رح نوقف حتى نرجع نعمل سوريا من أول وجديد نحنا يعني ما بدأنا في عملنا مشان والله جائزة نوبل ولا جائزة غيرها بس هي يعني عبارة عن جائزة معنوية وتشجيع لأهلنا لعملنا بس نحنا بدأنا في عملنا كرامي لأهلنا وللسوريا وللشعبنا هون وعنا كلما ننقذ طفل أو إمرأة أو جريح يعني عبارة عن جائزة يعني أنه أهل يتشكرون أحسن من كل جائزة نوبل